دكتور هاني المياة اللي بتوصل هنا لمحطة معالجة بحر البقر من المأخذ الرئيسي من مصرف بحر البقر بتيجي مختلفة متنوعة ممكن تكون فيها حسب المواسم بتكون فيها الحمل العضوي أزيد من موسم فإزاي بفعلاً بيكون فيه تغير حسب المواسم وبترقبه هنا في المعمل بطبيعة الحالة كمية المياة بتزيد في خلال موسم الصيف وبالتالي الحمل العضوي فيها بيقل على عكس فصل الشتاء كمية المياة بتقل والحمل العضوي فيها بيزيد فعلشان كده ممكن تكون المعالجات مختلفة من شهر لشهر ومن موسم لآخر بيتم تحديد جرعات المواد المراوبة من خلال المعمل بيتم أخذ اختبار الجار تست بيأخذ واحد لتر المياة من أفكام بيضيف عليه كميات أو جرعات مختلفة من المواد المراوبة وبنشوف أكبر ترسيب وأقل تنديف هي نية الجرع المثالية بالنسبة لنا وتم تطبيقها داخل المحط حضرت كده بترقب المياة من ساعة الدخول لغاية الخروج بالزبط كده بيتم تجميع عينات من جمع المراحل سواء المياه الخام أو خروج اللاملة أو خروج الديسك فلتر أو من سيب النهائي بعد التعقيم بالأذن والكلوم طيب إيه اللي تخشى أحيانا في العملية نفسها في عملية التعقيم أو إعارة التدوير المياة يعني هل الحمل الميكروبي أحيانا ممكن يزيد فلازم يحصل فيه تدخل مختلف أو أزل بالزبط كده في ساعات ممكن المواد العلقة بتزيد داخل المياه وبالتالي بنضيف جرعات كيموية أكبر هو المسافة من عند مصرف بحر البقر لغاية ما توصل المياه هنا بتساعد شوية الترسيب العوالم ديجل بيتم ترسيب المواد العلقة اللي موجودة داخل المياه كلما المسافة بتزيد فالترسيب يزيد معاك إيه اللي دائما برضو بترقبه طول المراحل احنا بنرائب الحمل العضوي بنعمل الCOD والD الوكسجين الكيميائي المستهلك والوكسجين الحي والمنتص بنرائب برضك المواد العلقة داخل المياه سواء في الدخول المياه الكام أو في الخروج بيتم تحديد كفاءة كل مرحلة من مراحل المعالجة على حدة ومعرفة ماذا كفاءة طيب احنا هنا بمأننا المحطة الأحدث في العالم فأكيد المعمل من الأحدث في العالم برضو الحمد لله المعمل مجهز بأحدث الأجهزة اللي بتمكننا من عملية القيام بالمراقبة والتحكم في عمليات المعالجة والتشجيع على مدار الساعة احنا بنرائب المياه بيتم رفع عينات من جميع المراحل المحطة خلال 24 ساعة قولي دكتور عشان نوصل لمياه معالجة ثلاثيا قد ايه هي أمنة للنبات اللي في الآخر المياه دي هتستخدم في زراعته وحضرتك بيتم إجراء كياسات فيزيائية وكيميائية وميكرو ويولوجية على جميع مراحل المحطة والمياه في النهاية بتكون مطابقة للمعايير والمواصفات المصرية القياسية طيب المواصفات المصرية في القصة دي بتقول ايه؟ بوزارة الصحة بتشترك معنا ويتم عملية المراقبة وكذلك وزارة الراي يتم رفع عينات من خلال وزارة الصحة ووزارة الراي ويتم تحليلها من خلال المعامل جداعي قصر ايه؟